طيب تعالوا بقى نقف كوي يعني شوية عن تفصيلة كده من الواضح والله أعلم أن موسم الإشعاعات وموسم القيل والقال ابتدى بدري حبتين دلوقتي دكتور تامر أبو العنين لما جاء يعلن عن رحيل وعن النادي الأهلي ما ذكرش أي أسباب وراء هذا القرار لكن طبعا ما ينفعش أن حاجة زي كده تحصل وتعدي يعني مرور الكرام من غير ما يكون فيه بعض الاجتهادات من البعض مش عيب أن الواحد يجتهد ويجيب معلومة لما تكون المعلومة صحيحة لكن لما نجتهد عشان نختلق حكايات من الخيال هو ده اللي مش مناسب بأي حال من الأحوال دكتور تامر أصدر بيان عبر صفحته الشخصية بالأمس قال أنه ما تكلمش مع أي وسيلة إعلامية وما فيش أي أسباب غير أنه فكر كتير أثناء وجوده في معسكر النمسا أنه مش هيقدر يوفق ما بين عمله في النادي الأهلي وبين متابعة مرضى اللي مرتبطين به بشكل كبير جدا والكلام اللي بيقوله ده يعني بيأكد أن فيه أزمات حصرت معاه في الفترة الأخيرة ولكن كل ما يقيل من اجتهادات هو عاري تماما من الصحة أكد كمان أنه رفض أنه يظهر في أي برنامج وأن ما فيش أي أسباب تانية وطلب من الجميع إغلاق هذا الملف نهائيا وإحنا بدورنا من هنا أكيد بنتمنى الدكتور تامر كل التوفيق إن شاء الله في الخطوة اللي هو اخترها ترجمة نانسي قنقر